كثير النقاش عن السكوتر وخطره وتقنيات السكوتر كثيرة لكن أخطر جزء داخلي في السكوتر والذي يسبب حرائق هي البطارية وانتشرت أخبار في الإعلام بهذه المشاكل وعلى ذلك لا بد أن نكون حذيرين وكون هذه التقنية جديدة فإن عدد من الجهات والمنظمات حول العالم تحاول تسوي ضوابط وإجراءات سلامة ومثل ما قلنا أن البطاريات هي القطع الأخطر كون أن رداءة الصناعة ستتسبب بمشاكل كثيرة قد تصل إلى الاحتراق المفاجئ وأحياناً الانفجار ولذلك كل بين فترة وفترة أخرى نسمع عن خطوط طيران تمنع شحن السكوترات ضمن الأمتها وكثير من نرى مقاطع عن إصابات بليغة وحوادث مؤلمة وكسور خطيرة توازي استدام سيارة تسير بسرعة 30 كم بالساعة وللأسف أن البعض يعتبرها لعب أطفال رغم كلها الخطورة ولمعرفة أكثر حول السكوترات الموجودة في الأسواق قامت وزارة التجارة والصناعة بسحب عينات وفحصها في مختبرات متخصصة لإجراء مجموعة من الاختبارات والتجارب للتأكد من سلامة الجهاز وعدم وجود قطع مخشوشة أو غير مطابقة للمواصفات السعودية مع وجود حراك دولي وسعي عدد من المنظمات الدولية لوضع ضوابط واشتراطات لسلامة السكوترات إلا أن الأهم حرصك على سلامتك وسلامة أطفالك باختيار المنتجات عالية الجودة وأن لا يكون السعر هو المحدد الوحيد وإحرص عند الشراء على النقاط التالية تنبيهات ما قبل الشراء لازم تعرف أنها ليست لعبة أطفال وأن كثير من المنظمات الدولية تشترط أن الحد الأدنى للعمر هو 16 سنة لا تشتري السكوتر من الباع المتجولين احرص على أخذ فاتورة تحتوي على كافة تفاصيل المنتج الحصول على ضمان لمدة سنتين يوضح اسم الوكيل أو المستورد وبعد اختيار السكوتر بالجودة المناسبة وتحقق الحد الأدنى من العمر هنا عدد من التحذيرات عند الاستخدام كما رأينا قبل قليل أن البطارية هي أكثر خطورة وعلى لكي لا تتعرض للضرر وإن تشحن السكوتر لازم تنتبه أنك لا تشحن السكوتر بعد استخدامه مباشرة وتنتظر حتى يبرد واحرص على فصل الشاحن مباشرة أول ما تتعبل البطارية ولا تفكر تشحن السكوتر وإنت نايم لازم تتأكد من لبس الخوذة وواقع الركب والأكواع والذي يمنع بإذن الله حدوث الكسور أو الضرر في حال سقوط الراكب مع تحيات وزارة التجارة والصناعة